بعد أداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك حوار ممتد ما بين رؤساء الهيئات القضائية عن التحدث في أمور قضاء واستقلال القضاء والتأكيد على استقلاله واحترامه وتقدير واحترام قضاء مصر الأوفياء سيد الرئيس كالعادة بيصر ويتحدث عن مسألة العدالة الناجزة أو سرعة الفصل في الأضايا بيتحدث دايما عن إدخال أسابيب حديثة لتسهيل الإجراءات برضو في سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة وليست العدالة السريعة السيد الرئيس دايما بيذكرنا وهذا قوله الدائم منذ أن أتى إلينا هنا في دار القضاء العالي دار العدالة 2014 و2015 هو يتحدث عن القضاء بكل احترام وكل تقدير وأنه لا يتدخل في السلطة القضائية وأشهد وأنا يعني عملته آمينا عاما لمجلس القضاء ومساعدا أول لوزير العدل ورئيسا للدائرة الجنائية في محكمة النقد لم يتدخل أحد من أي سلطة في عمل القضاء القاضي حر والقاضي مستقل والقاضي لا يحكمه إلا القانون وخشية الله سبحانه وتعالى هذا ما يؤكده فخامة السيد الرئيس فخامة السيد الرئيس دائما بيتحدث عن سلطة القضاء وعن استقلال القضاء وعن حبه واحترامه للقضاء على كافة الأصعدة وكافة الجوانب هذا ما أشهد به هذا ما سمعته أنا مساعد أول وزير العدل في اجتماع المجلس الأعلى للجهات والعيات القضائية هذا ما أشهد به في اجتماع أو اجتماعين للجنة العليا للإصلاح التشريعي وهذا ما أشهد به أخيرا بعد أداء اليمين الدستوري يعني هذا الوطن وطنه بيقود رجل عظيم من الشعب وهو دائما عندما يتحدث يتحدث على أنه واحد من الشعب وبالتالي هو لا يرتضي لهذا الوطن إلا كل تقدم وكل نمو وخلينا أكثر صراحة النهاردة مصر الجديدة يعني أصبحت في كل مجالات التنمية في كل مجالات التنموية اقتصاد ديمقراطية أخيرا الحوار الوطني اللي بتم دعم سلطة القضاء كل هذه المسائل هي مقاومات الدولة الحديثة اللي بيبحث عنها ويعمل من أجلها الرئيس عفاة التحسيس موسيقى